ننتقل الآن إلى كلمة معالي الشيخ الدكتور صادق ابن عبد الله بن حميد غضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرار تضروا معالي الشيخ بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الورينا والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغرر الميامين والتابعين وانتبعهم بإحسان إلى مدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا من فعنا وانفعنا بما علمتنا وزين علم أصحاب السمو والسماحة والمعاري والفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكروني الرئيسة العامة لشؤوني المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومثلة في معالي أخينا وزبينا أستاذ الكريم الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام هذه الدعوة الكريمة لأن نشارك مع هذه الكوكبة والثلة المهمة والمسؤولين الكبار في مقاماتهم وفي مواقعهم أن أكون أشارك في هذه الندوة وحقيقة هي ندوة مهمة جدا وتأتي أيضا في وقت مهم وفي عيد مناسبة مهمة جدا ولهذا الموضوع كبير على أن يعني أعتذر لأن الذي جاءنا يعني أو يعني الطلب إلى حد ما أرى أنه كان يعني واسعا مما يعني جعل يعني حسب ما سمع الآن من كلمات لا شكرا في الصميم لكن الذي قصد يعني هو الحديث المطلوب الحديث عن الأثر الدعوي والتوجيهي لمن بري الحرم الشريفين خلال موسم الحج وما يتعلق بالدروس والإفتاء ونحوه فكان هذا عنوانا كبيرا واسعا جدا وأنا أحب إلى حد ما أن يكون الكلام ملموما وأن يكون يعني محدودا ولهذا يعني احتوى وأحب كذلك أيضا أني لحد ما أن أحضر الموضوع وقد يكون تحضيري بسبب يعني ضعف أو قلة يعني القدرة على أن يعني يستجمع كما يستجمع غيره ولهذا يعني أيضا اجتهدت كذلك أن يكون الحديث فعلا يعني منتظما من بري الحرم الشريفين بمعنى اجتهدت أن أن أنظر في ما تحدث به أصحاب الفضل الزملاء في المسجل الحرام وفي المسجل النبويني وفي خطبهم في هذا الموضوع ووجدت موضوعا بعيد إلى حد ما لكنه تمثل الخدمة وقد لا أقف عنده لكني الورقة وزعتها وعطيتها وابعثتها لإخوان المنظمين لندوة كانت حول يعني الموضوع الذي انتظمه جميع الخطبة وحدثوا عنه بإفاضة فلم أجد حديثا واسعا عن الكورونا بالذات ولهذا يعني كان الذي قدمته يعني عن در الحرامين الخطبة خاصة في موضوع الموضوع الآخر لكن على كل حال لعلي وخاصة أن يبدوني أن الكلام هو محدود في هذا المقام أشير على نحو ما تحدث به صاحب السمو المنفيص المسلم حقر الله وصاحب السمح الشيخ عبد العزيز المفتي العام وهو حول فعلا جهود المملكة في الكورونا لعلي في هذا الموضوع يعني أؤكد على ما يعني ذكروا جزاهم الله خيرا و من أكثر ما يرفض النظر في هذا المقام والمملكة حفظ الله تشرف بخدمة الحمامة الشريفين وقد قدمت وإلى الحال ما يعني يشهد به القاصي والداني هو أن الحرمين الشريفين لم تتوقف صلوات الجمع والجماعة فيهما في هذا الأزمة وهذا يعني أمر يجب أن يقف عنده يعني المتأمن لأن مسادر المسلمين تكاتكوا في جميع العالم أغلطت وهذا له ما ينسوه طبعا وبما فيها مسادر المملكة فهذه أغلق أما الحرمان الشريفان فأبت قيادة المملكة أن يغلق وإنما يفتح مع المحافظة على كل الاحترازات والاحتياطات ولهذا الحرمان الشريفان لم تتوقف سلوات الجمع والجماعة فيهما في هذه الأزمة واللحم وهما معلومة أنهما في مقدمة مساجد المسلمين في أرجاع المعمورة كلها ولهذا المسلمون يستشيرون هذا المشهد الحضاري في اجتماع المسلمين مهتال فيهم فهو يعكس يعني النظرة العميقة لقيادة المملكة لفعلا مركزية الحرمان الشريفين فكما قلت هو مشهد الحضاري العظيم يعكس وتألفهم فالقبلة وقبلتهم أحيانا وموتا والحج هو الرطل الخامس أيضا الحج المتوقف فهو نمتلك وكذلك وإن كان العمرة توقف ثلاث حد المحدود أما الحج توقف وبادرت أيضا في فتح العمرة في أقرب فرصة كما هو معلوم ولهذا هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين هي التي تعرف لهذين الحرمين الشريفين مكانتهما ومنزلتهما فقامت على رعايتهما وخدمتهما وبدلت في ذلك الغالي والنفيس من أجلهما ومن أجل قصدهما من الحجاج والعمار والزوار والمقيمين من العاكف والبادي وركع السجود وهنا تأتي قضيتان وهي تجسد فعلا في هذه الأزمة قضيتان في أولويات الرعاة والعناية أولهما قضية الأمن وقد قال عز شانه إن أول بيت مبعا للناس لالذي ببكة مباركا وهدن العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن قالها العبيل في التفسير ومن دخله كان آمن يعني أمنوه وحافظوا على أمنه فهو خبر بمعنى الأمر أي من دخله فأمنوه وأمن الحرمين يشمل كل أنواع الأمن من الأمن النفسي والجسدي والصحي والاجتماعي الثاني من قضيتي الرعاية في الحرم الشريفين التطهير وقد قال عز شانه وطهر بيت للطائفين والقائمين وركع السجود فهو أيضا كذلك يشمل كل أنواع التطهير المادي والحسي والتطهير المعنوي إذن يجتمع وكما هي العمق في نظر قيادتنا هو يجتمع الأمن والتطهير في حفظ صحة الإنسان باتخاذ الأسباب لمنع انتشار الأمراض والأسقام وبخاصة ما كان منها معديا من الأوبئة والطواعيد وهذه الدولة مباركة المملكة العربية السعودية وهي خادمة الحرمان الشريفين ورعيتهما والقائمة على شهونهما مكانا ومقدسات وقاصدين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتميرين والزائرين وهي المعروفة على طول تاريخها المجيد بحسن رعايتها لهذه المقدسات والمشاعر وما تبدله من جهود عظيمة وأعمال جبارة ونفقات هائلة في بناء توسعتهما بنائهما وتوسعتهما وخدمتهما وتسير الوصول إليهما والإقامة فيهما وأداء المناسكبهما وتهيئة كل المشاعر في مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة مما يشهد له فيها تأريفها الوضاء وعمالها الجليلة وإدارة الحكيمة وحين نزلت هذه الجائحة بالعالم كله اتخذت هذه الدولة المباركة إجراءات محكمة من أجل سلامة مواطنيها والمقيمة على أرضها وبدلت في ذلك الغالية والنفيس مما يشهد به البعيد قبل قريب فقد أدارت هذه الأزمة في كفاءة عالية مفترة ومن ذلك أنها علقت العمرة وقد حظي هذا القرار بالترحيب من جميع المسلمين أفرادا وهيات ودولا ومنظمات ولما انحسرت الجائحة أذنت أو فتحت العمرة أيضا على نحو من الاحتياطات والاحتياطات المعروفة والطريقة في يعني ساعة التسجيل من أجل الحصول على العمرة وحينما جاء الموصف الكريم موصف الحج سواء عام واحد واربعين أو هذا العام أيضا والجائحة لا تزال جاتبة على العالم كله ومعدلات الإصابة في ازدياد حرصت كل الحص على أن إقامة شعيرة الحج متفيدة أعلى الاحتياطات ودق الإجراءات التي تقوم هذه الشعيرة وقد استهدفت حفظها الله الدولة حفظها الله بهذا القرار أمرين الأول إقامة الشعيرة الثاني المحافظة على أمن وسلامة الحجات والدولة عزها الله ويتتقى هذه الإجراءات تستحضر حفظ الإسلام للنفس البشرية مثل سبحانه ولا تحقوه بأيديكم إلى التهركة وقوله عز شان ولا تقتلوا أنفسكم وقوله جل وعلا ومن أحياها فكعن ما أحيا أنت الجميع كما تستحضر ما وجهت به الشريعة الطهرة من اتخاذ الأسباب الوقائية وما يجب من احترازات من الأوبيعة في مثل ما جاء في خبر الصيحين في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجلوم فر عراك من الأسد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وانت فيها فلا تخرجوا منها كما نظرت وهذا يعني من 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 هم ما ما يستدعي أو يعني يدعو المتأمل الوقوف عنده وفقد نظرت فيما يقوله المختصون في الشأن الصحي والاجتماعي من أن من أعظم أسباب النشار مثل هذه الجاهة هو التجمعات والحشود وأن التقليل من التجمعات هو الحل الأمثل بإذن الله حتى يأذن الله بارتفاعها إذن هذه إجراءات اتخذتها الدولة بحزم مع المقيمين ومع كل من ومع المواطنين ومع كل فعلا من يعني يريد مبارسة هذه الشعائر ومع كل المقيم على هذه الأرض فاتخذت هذه إجراءات وهي طبعا معلوم أن إجراءات مؤقتة ومرتبطة بأسبابها وهي هذه النازلة عجل الله برقها هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام ولاحظنا كذلك أيضا الآن إجراءات التي اتخذ من أجل إقامة حج هذا الموسم وهي إجراءات يقدرها كل يعني من يعرف حسن سياسة هذه الدولة وإدارتها للحرامين الشريفين ورعايتها لقافلهما أفق الله جميعا لما يحبه ورضاه وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم